لقد انتظر الإسرائيليون حدوث ذلك التقدم الرئيسي لعقود من الزمن فكما تعلم هناك مئات الألاف من الإسرائيليين لهم جذور مغربية لذلك شكلوا جسرا طبيعيا بين البلدين منذ الأربعينيات والخمسينيات ولقد شاهدنا رجال العمال يتنقلون بين البلدين والآن رأينا سفير غورين في الرباط كمبعوث إسرائيلي ورأينا مبعوثا مغربيا في تل أبيب وشاهدنا وزراء إسرائيليين وقد بدأوا رحلاتهم إلى المغرب وسيزداد عدد رجال الأعمال الزائرين وهناك تعاون في مجالات الطاقة والزراع والأمن الغذائي والأمن السبراني بالإضافة إلى طائفة منوعة من القضايا المتعلقة بالأمن القومي والأمن الوطني وبداية استكشاف آفاق التعاون التي تحقق المنافع الحقيقية للشعب المغربي وتخلق الوظائف وتوفر الأمل وأعتقد أنه مثل ما حدث في الإمارات بعد الاتفاقيات الإبراهيمية قام حوالى 200 ألف إسرائيلي بزياراتها خلال أقل من عام وسأشهد المغرب أعدادا كبيرة من الإسرائيليين في زيارات للبلاد وعندما تنزح غمة الجائحة ستنفتح البوابات وستكون هناك أنباء طيبة جدا للشعب المغربي